ودخل جز نيرمين البيت وقال البيت هادي لكن اقترب من قوضة نيرمين وسمع صوتها لكن اتسمر مكانه وقال بصدمه حامل ومن خطبها فتح الباب بغضب شديد وقال ولما انت حامل من واحد تاني لعبت علي دوري الطيبة والغلبانة ليه واللي بتحبيني ليه ونيرمين كان الموبايل وعن من ايدها من الخضة وبلعت رقها بصعوبة وقالت انت انت فهمت غلط يا شريف انا مش حامل انت اصنيت زيت الصنة علي هو شريف وهو بيمسكها من شعرها وانت هتستهبل يا بيت ما تغيرش الموضوع اللي تحكت علي طب سيب شعري سيب شعري وانا هفهمك كل حاجة انا فعلا بحبك هو ما فيش فعل بغيرك لسه برضو بتكذب علي لا 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 انا فهمك الموضوع انا فعلا كنت اهمل وهو كانت تصل علي وخدرني وامل الامل وكان بيمثل انه بيحبني وبعد انسبنا بعض او بالاصح هو ادخل عني وبعدها عرفت ان احب وكنت مرعوبة جدا ولما عرفت كده خلاص قلت انتهيت وعرفت اهلي ازاي لكن رحت نزلته بسرعة من غير تردد وبعدها حاولت تعيش عادي لكن لما اشتغلت في البنك وشفتك معرفت الساعة حصل لي ايه وكمان بعدها لما عرفت انك بتحبني كنت طيرة من الفرحة وقلت ضعوض ربنا لي ولما عرضت علي الجواز كنت خايفة جدا لا تعرف اني مش بني لكن كنت عارفة انك راجل بجد وهتفهمني والنهار دا لقيته بيكلمني بعد الفترة دي وبيهدني لو مش اديت الفلوس هيجي ويقول لك حكاية كذبة واني مش كويسة ويسوق سمعتي فهمت بقى الموضوع وانك ظلمتني بجد ان انصدمت فيك يعني من اول هكده ما في الثقة ولا تفهم وشريف وهو حاسس بالندم انه تسرع في الحكم عليها وقال انا بجد اسف يا حبيبتي بجد مش عارف انا عملت كده ازاي انا كنت داخل وسمعت كلامك وقتها تفكيري وقف واني رمينو هي بتدعي البكاء وبتبصله بترفعنيها وما بيتردش وقرب منها شريف وهو بيحاول يصلحها وقال لو سمع ابعد عني لاني لسه مصدومة فيك وفي اللي عملت فيك وكما انده لسه النهار ده اول يوم جواز لينا اسف يا حبيبتي بجد انا قصة اعصابي متوترة سمحيني وسديني مش هتقرر تاني واني رمينو هي بتستغل الموقف لصلحها طب كنت فين دا كله سايبني هنا وانسيتنا خالص ما نسكش ولا حاجة بس ابني كان في حريقة في المدرسة وحكا لها الله حصل واني رمينو مش فارق معها اصلا مات ولا عايش وقالت بتمثيل بجد طب الحمد لله انو دلوقتي بخير طب كنت اتصل علي حتى عرف وكنت جيت وقفت معكم يلا المهم ربنا سترها معا معلش يا نرمين تعالي معايا انا رجع دلوقتي لهم تاني جيت اجيب لي لبس ماشي بس عايزة اقولك حاجة قولي سمعي هايزة ما ينفعش تعرف حاجة عن اللي قلته دا خالص دا اسرار بيني وبينك وهي ما لها اشتعرفها انا اصلا مكنتش هقولها حاجة لان دا اسرار واي كلمة نقولها جوة القضة دي ما تطلعش برا لحد تاني ونرمينو هي مبسوطة تسلم لي يا حبيبي يلا بقى هتلبس لابنك لغاية مغير هدومي وطلع شريف من عندها وهي اخدت نفسها بارتياح وكان شوية وهتتكشف وجابته الموبايل من على الارض ولقيته فصل وفي المستشفى كانت عزمت دايقة علشان شريف اتأخر وخافت يكون نرمين لهته وقالت لها حاتم هو تأخر لي كده زمنه جايه ما تقلقيش المهم انت كويسة الحمد لله انت لو عايز تروح ترتاح روح وكان حاتم لسه هيرض ودخل شريفه مع نرمين وعزة دايقة ونرمين بتمثيل الحب الف سلام عليك يا امرض يا حبيبي بجد لما شريف قال لي زعلت قوي الحمد لله انها جت على خير ما عليش يا حبيبتي الحمد لله ربنا سترها معاه هو دخل صادق وهو بيقول ممكن تخلوا بني معكم لغاية منزلة جيب حاجة من تحت نص ساعة وهطلة وحاتم وهو رايح ياخده منه ماشي هاتو ولو عايز يقعد معي لعمره كله مفيش مشكلة لا لا مش للدرجاتي انا مقدرش استغنى عنه ولا عن مامته دول كل حياتي فعلا اصدي باين من تصرفاتك هاتو ما تشغلش بالك ومش يا صادق وحاتم طلع وقفه بس على دنيا من الازاز وكان حزين جدا عليها ودعف سره انها تقوم خلال اليوم دول وفاء يومين وكانت عزة بتهزر مع ابنها اللي كان فقاب لها بيوم وجانا كمان كانت بتهزر معه وحضن اخوها ومبسوط انه بقى كويس وعزة وشريف مبتسمين على علاقة اولادهم لكن عزة لسا زعلانة من شريف وعملته وهو بيحاول يكلمها لكن ما فيش فايدة وعند دنيا كان الدكتور عندها وصادق وايف برا وحاتم وايف بايد عنهم وعمل نفسه فيتكلم في الموبايل ومنتظر يشوف الدكتور هيقول ايه وخرج الدكتور وكلم صادق وحاتم قرب منهم شوية علشان يسمع قلق ايه هي حركت ايديها من شوية وبدأت تستعيد وعيها وده شيء كويس وهننقلها غرفة عادية دلوقتي وصادق بفرحة شكرا جدا لك يا دكتور وحضن ابنه وقال ماما هترجع لنا تاني يا احمد وابنه ما كانش حاسس بحاجة لانه لسه صغير وحاتم كان فرح جدا وفرحته لا توصف وكان عايز يتكلم معها باي طريقة ونقلها غرفة عادية وصادق دخل لهم ومع ابنه وهي بصت لهم بدموع وقالت ابني بخير وصادق وهو بيحطه جنبها بخير يا حبيبتي يلقتين عليك كنت خايف قوي لكن كنت واثق في ربنا انه هيش فيك كنت خايف قوي على احمد لا يحصل له حاجة وانا كنت خايف اخسركم انتم الاتنين لو حد فيكم بعض الشر حصل له حاجة ودخلت الممرضة وقالت لصادق الدكتور طلبك في مكتبه عايز يتكلم معا ماشي وقال لدنيا هرجع بسرعة ماشي وخرج صادق ولكن الباب اتفتح تاني ودخل حاتم وقال بدموعه وهمس لكن مش مسمع دنيا واتبصت دنيا لمصدر الصوت وقالت بدهشة كبيرة حاتم وقرب حاتم من سريرها وقال بنفس الهمس وحشتيني ودنيا وهي فرحانة ركنت راحة تقول له انت كمان وحشتني لكن سقطت لما فكرت انها متجوزة وعلى عصمة راجل تاني وكده تبقى خيانة وقالت بجمودة على عكس المشاعر اللي جواها قصد استزحات مايصحش تقول كده انا دلوقتي واحدة متجوزة ومعي طفل وحاتم بزهول من كلامها ورأكشن والشهل اللي لا يحب شيء وقال دنيا انت بتقولي ايه لحظة بس انت لسه ما فوقتش كويس صح انا حاتم حبيبي ايه نستيني بسرعة كده انا لقيتك تجوزت رغم انك وعدتين انك هتستنيني لما في بك رفضني هو رجع بذكرياته الورى وهي كمان لما راح يتقدم لها وحاتم بارتبان ولما اسمع موافقتك هجيب اهلي معي المرة الجاية والد دنيا قال حاتم يا ابني انت انسان كويس وكل حاجة بس انا مش موافق ايه ليه يعني انت هتعرف تصرف عليها من ايه هو انا هجوز بنتي علشان تشقو تدعب ولا عشان ترتاح وتعيش في مستوى كويس ومش تتبهدل يعني انت مش معك شغل سابت مرة تشتغل ومرة تعود وحاتم هو بيحاول يهد نفسه وكانت دنيا وقفة برى السطارة وهي شايفة بصي عمي الارزاق دي بتاعت ربنا وانا يعني مش هنيمها من غير عشا انا علشان لسا متخرج فانا مش لاقي شغل سابت لكن مش قاعد يعني وحاطت ايدي على خدي انا بدور في كل مكان وانا مش موافق وده اخر قرار لغاية ما تلاقي شغل سابت ويبقى لك وظيفة محترمة وتبقى تيجي تتقدم لها انما طالما ما فيش يبقى تبعد عن بنتي وشوف غيرها وقام حاتم ومشى وهو متعصب وفي غشاوه ودموع فعنيه هو بص على دنيا اللي كانت وقفة ودموع فعنيها وقفة على الباب وقال بسطوتي لها هتكون ليا يا دنيا وهحاول ألاقي شغلي بأسرع وقت وجتقدم لك تاني ده السوادين انك مش تنسيني وهزت دنيا رسها وقالت بهمس هنتظرك ودخلت بسرعة عودتها وصد عيطها بيالة وهو نزل وحاسس بتوهان وبعدها طلع على شريف علشان يحكي له اللي حصل ورجع كل واحد من تفكيره وبص البعض والدموع فعنيهم وقال حاتم بسط مهزوز بس للأسف لقيت وعدك ليتبخر وحضرت كريمي تحبنا وراء ظهرك وتجوزتي لا وكمان خلفتي كن غصب عني يا حات سدهن أنا كنت بتقلم وانا منتظرك تيجي وتكون لقيت شغلي سابت حتى لو بمرت طب بسيط لكن بابا زهق من رفضي الكل عريس يجي وفكر إن أعملت حق غلط فاضطر التوافع على صادق وتجوزنا ولايت في حنية الدنيا كلها وده كان مخفف عني شوي وكمان لما عرفت إنك سفرت ولايت شغل برا فأقولت أكيد هاي إنساني وده اللي أنا كنت بواسبي نفسي وحاولت ما فكرش في موضوعنا لأنه خلاص انتهى لا ما انتهاش يا دنيا موضوعنا ما انتهاش ولا هينتهي انت فهمه وهتكوني بردو لي أنا تعذبت ومازلت بتعذب وده كله بسببك بسبب الحب يا دنيا طلع متعب قوي وهنا دخل صادق اللي كان بيتكلم في الموبايل وبيطمن أهله على دنيا لكن اتفاجئ لما شاف دنيا بتمسح دموعها وفي الشخص ميدله ظهرها وبيعمل حاجة وكان حاتم بيمسح دموعه فبص له صادق بده شوآن حاتم وبص على عيونه وعلى عيون دنيا وعند عزة لكن سرحت في علاقتها انها تنهيها مع شريف وتطلب منه الطلق ولا تعمل ايه فهي خايفة لو طلبت الطلق من شريف ما يرضى شيء دلها عيالها ويحرمها منهم فنزلت دموعها منها لكن فائت على صبع ابنها على خدها وهو بيمسح دموعها مالك يا ماما بطاية ليه انا بقيت كويسة هو كمان انا راجل ما تخافش علي ربنا معيا يا ماما وهو هي يحميني دايما من اي شر انتي بتقوليلي كده وعزة وهي بتحضن ابنها خلاص يا حبيبي مش هعية تاني يلا علشان زمن بابا جاي اخدنا على البيت ووجانة بطفولة وهي مراته دي يا ماما انا بخاف منها لما كانت هنا انا خفت منها ومرت بالسغرب مراته هو مش انت اللي مراته يا ماما وعزة وهي بتحاول تمسك دموها ابوك تجاوز يوم ما حصلت الحريقة في المدرسة ومراد بصدمة ايه تجاوز ومراد رغم ان سنه صغير لكن عقله سبق سنه كأنك بتكلم شخص ناضج وجانة بطفولة وعيونها بتخوف قوي يا مراد بس يا جانة ما تقوليش على حد كده ماما لو عايزة تطلقي من بابا تطلقي وما تشغلش بالك بأي حاجة تانية احنا معك ومش هنسيبك اطلقي يوم ما اطلق من بابا وهنا كان شريف واقف على الباب وورا نرمين اللي كانت مبسوطة وقال شريف بغضب مراد وكلهم بصوا المصدر السود ولقوا شريف يا ترى شريف هيقول ايه هو بالفعل هيطلق عزة ولا لا هو بالنسبة لدنيا وحاتب ممكن فعلا تغلبها عطفتها وتمشي ورا حبها وتنفصل عن صادق تلاحظ ان في حاجة غريبة بتحصل من غير علمه وهيأمل ايه صادق لو كان سمع كل الكلام انتظرونا الحلقة الجاية وقبل ما تمشوا دعمونا باللايك والشير والاشتراك في القناة دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة